حذر رئيس الوزراء الفرنسي مانيويل فالس من أن هجمات جديدة قد تضرب فرنسا في الأيام أو الأسبوع المقبلة وتحدث عن عمليات تدبر ليس ضد فرنسا فحسب بل ضد دول أوروبية أخرى وأكد فالس في مقابلة مع محطة اغتيال أن هجمات باريس نظمت ودبرت وخططت لها من سوريا مضيفا أن بلاده كانت على علم بأن هناك هجمات تدبر لضرب فرنسا رؤيتنا واتزاننا يدفعنا لنقول ما قلناه طيلة أشهر مضت نحن في حالة حرب ضد الإرهاب وعلى الرغم من القيام بكافة الاحتياطات لمنع أي حادثة إلا أن ضربته نفذت فعلا وهذا لا يمنعه من أن يضرب مرة أخرى خلال الأيان أو الأسابيع القادمة أنا لا أقول هذا لترويع الناس بل ليعي الجميع هذا الأمر